اشتركوا في القناة رجعت كاملة لينا وده جد مش هزار ولا فيها اي زر تهزار رجعت كاملة زي ما هي كان المفروض تبقى كاملة لينا الله يعني ايه طيب تعالى نشوف سينة كانت فين وبقت فين كنت صارهم طيبين طبعا عيد سينة كان يوم 25 ابريل تعالى نشوف كده مع بعض في السريع وهواريلك ازاي المركز الاعلامي ادى لك اللي حضرتك بجد يعني بتعتبر ان هم دول اللي بيجيبوا الدب من ديله وبيقولوا الكلام اللي لازم نصدقوا الجماعة الاجانب بص كده التغيير الايجابي اللي حصل في الرؤية انا وريلك اللجنة الامريكية الحريات الدينية والدولية اجانبهم الامم المتحدة اهي الايكانمست اكبر مجلة اقتصادية في العالم كله هم زمان كانوا بيقولوا ايه استمر العنف القاتل في شمال سيناء من خلال استهداف المواطنين على اساس هوياتهم الدينية وقد تم استهداف الاقباط على وجه التحديد في اكتر من حادثة عنف وطلقوا تهديدات بشكل منتظم ده كلام اللجنة الامريكية هم بقى بيقولوا ايه دلوقتي بيقولوا ان نحن نشيد بجهود الرئيس السيسي لمواجهة العنف ومبادرة لتحسين ظروف الحرية الدينية في مصر كما اعلنت الولايات المتحدة الامريكية دعمها لبرنامج التنمية البرامج التنمية المختلفة في شمال سيناء طب الامم المتحدة المنظمة الاممية الاكبر تشيد بدور عمليات مكافحة الارهاب اللي دفزتها الحكومة المصرية في الحد من التنظيمات الارهابية في مصر وزادت من جهة اخرى الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية والنقل والاسكان في سيناء ده كلام الامم المتحدة مش كلام نحن مش كلام مصر مع انه انصحك صدق كلام مصر اشتري مني يعني طيب تعال نشوف الايكونومست وبالمناسبة الايكونومست ساعات كتير تقف قدامنا في وشنا يعني وتقول كلام جامد وشديد علينا ونقد شديد القسوة وساعات كتير برضو بتقول زي ما انت شايف كده هم زمان بيقولوا بيشكل الارهاب التحدي الاكبر لملف الامن والتنمية في سيناء الكلام اللي لما كنا بنقوله يا جماعة احنا لازم نخلص على الارهاب في سيناء يطلع الاخوان وذيولهم واراجوزاتهم بيقولك سيبك من الكلام ده ده مش عارف ايه دول بيتلكيكوا وانت تصدق في بعض الاحوال مش انت طي جارك بص الايكونومست نفسها بتقول ايه استمرت مصر بوضع خطط واسعة لتنمية بنيتها التحتية وركزت على المشروعات القومية في منطقة سيناء بشكل خاص وتمكنت مصر من توسيع خططها لتمكين قطاع السياحة خلال ازمة كورونا وده انعكس ايجابيا على استقبال مطارات شرم الشيخ وطابة لاعداد كبيرة من السياح تعال نشوف اللي بعد انا مش عايز اطول عليك انا عاوز اديلك بس ايه خلاصة القول خلاصة الامر ومش عاوز اغبن الحقيقة كم المجهود اللي بوزل من المركز الاعلامي لمجلس الوزر جانس ريكوردز الانقام القياسية كانوا بيقولوا ايه بيقولك بتسجيل محطة بحر البقر ده كلام مهمة في شبه جزيرة سيناءكا اكبر محطة معالجة في العالم حيث تقدم مصدر هامل مياه الرأي وحنا اتكلمنا يمكن كتير على محطة بحر البقر تعالي هقولك تحتها الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة ايه وانها بتاعت بيقول ايه بيقول ان خطة التنمية للرويسات تحديدا في شرم الشيخ واللي تم بالتعاون ما بين الامم المتحدة والحكومة المصرية وقل انت كده تفتيك الامم المتحدة هتتعامل حكومة المصرية ليه الا لم يكن البرنامج واحد طموح اتنين ناجح تلاتة ضمنين انه مستمر بنجاح فيؤكد على نهج التنمية المجتمعية لتنمية سيناء والقائم على مؤشرات رئيسية لاهداف التنمية المستدامة هذا التحول يجزب المستثمرين والسائحين هو في دولة بتيجي تستثمر في دولة تانية وهي مش نجحة او فشلة او متعسرة او ملهاش مستقبل طب قول لانت ازاي لما يبقى في عندك في مصر ده على سبيل المثال مصنعين لأكبر شركات واحدة واتنين من افخر السيارات او مصنع او مصنع السيارات في العالم وفي اوروبا من المانيا بيتصنعوا هنا ده معناه ان الجماعة الالمان جايين يهرجوا فلاش بقى الكلام ده طيب تعال نشوف ايه ان ار بيقولوا ايه بيقولوا الات بيقولوا مصر بتشتغل على تطوير سينة حتى تصبح مكانا اكثر جاذبية للعيش والعمل اخد بالك للعيش والعمل يعني انتاج الجهود اللي تمت خلال السنوات الاخيرة في محطات التحلية والمعالجة زي محطة المحسمة على سبيل المثال وهم اللي قايلين حصلت على جائزة افضل المشروعات العالمية سنة عشرين عشرين اوكسفورد للاعمال بيقولوا الاتي اوكسفورد بيزنس بيقولوا ايه بقى بيقولوا ان من الفين واربعتاشر ده هم اللي بيقولوا يعني من وقت تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحسنت مصر بشكل كبير في التقييم العالمي لجودة الطرق من خلال توسيع شبكة الطرق القومية وتشهيد الانفاق والجسور خصوصا التي اسهمت في ربط شبه جزيرة سينة بباقي المحافظات المصرية طب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بتقول استجابتها لأهداف الحكومة المصرية الوكالة الامريكية بتدعم بتدعم مشروعات التنمية في شمال سينة من خلال مبادرات مختلفة للتنمية وتحسين الوصول في مختلف الخدمات طيب تقرير التنمية البشرية الصادر على الأمم المتحدة يو أن دي بي يعتبر مشروع تنمية محور قناة السويس آه ده اللي لم يكن من أهم المشروعات فهو من أهمها أهم قلعة صناعية بتعملها مصر بيقوم على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانيها ومناطق صناعية ولوجستية وهو من أهم ده كلام الأمم المتحدة من أهم المشروعات القومية التي تنفذها مصر من سنة 2014 بالإضافة للأنفاق التي تربط صيناء بباقي أقليم الدولة المصرية ما قالوش أن مصر بتعمل طرقه كباري بس وهي مهمة قال لك إيه المنطقة دي محور قناة السويس أهم مشروع قومي بتعملوا مصر أنا هنا مش بكلمك على حياة كريمة لأنه ده أهم مشروع اجتماعي بتعملوا مصر أهم مشروع لتغيير البنية الاجتماعية المصرية وإذالة فوارق ما بين الطبقات وتضييق هذه الفوارق المهينة للأسف الشديدة اللي عشنا فيها أربعين خمسة واربعين سنة بالميت طيب تعال نشوف صفحة ثلاثة الناس بتقول إيه مشروعات استثمارية وصناعية لتنمية سينة ومدن القناة أكتر من خمستاشر ضعف زيادة في إجمال الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سينة كانوا من سنة تلتاشر اربعتاشر كنا اربعة وثمانية من عشر مليار وصلنا كان بقى اتنين وعشرين تلاتة وعشرين لتلاتة وسبعين وتلاتة من عشر طيب عندنا كم فرصة استثمارية على خريطة الاستثمار في سينة تلتمية اتنين وثلاثين فرصة استثمار ضخم عندي كم فرصة صناعية متاحة في سينة ومدن القناة مية تسعة وثلاثين فرصة صناعية كبرى انا هرجع بوضع المشروعات الصناعية والمجمعات بس يعني انا بس جاي لك كده ايه في السريع زي ما بيتقال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقى عندي اكتر من اتنين مليار جنيه قروض تم تقدمها في فبراير عشرين تلاتة وعشرين علشان الناس تعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ويشتغلوا ويكبروا وينتجوا ويصدروا في يومي من الايام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عمل اي تاني عمل خمسين الف مشروع او بالادق تم تمويلهم حوالي تسعة وتمانين الف وربعمية فرصة عمل تم توفير من خلال الجهاز الخبر تلات مراكز لخدمة المستثمرين عندنا في سيناء التكلفة كانت ميتين وخمستاشر مليون جنيه لخدمة اكتر من عشرة تلاف شرك عشرة تلاف وخمسمائة تقريبا ايه كمان طيب تعالنا نشوف المشروع القومي للتنمية المجتمعية بيعمل ايه في ناس من المناسبة بتسألني بتقولي هو انت ليه بتعرض ده انا بعرض ده عشان انت لازم تبقى عارف واحد لانه ده حقك كمواطن انك تعرف اتنين ده واجبي ان انا اقولك انه ده حقك انك تعرف ولازم اعرفه لك تلاتة لانه مش مفترض انك انت تاخد المعلومة من ناس بجد بتكره البلد دي الى حد والله لم اكن اتصوره ابدا يعني انا احتقر الاخوان من يوم ما وعيد على الدنيا ده بجد مش ظهره اسألة بالنسبة لي كانتش متعلقة بالعشرة 11 او 12 سنة اللي فاته انا فعلا من يوم ما وعيد على الدنيا بحتقر هذا التنظيم حلو ده بجد طيب لا اسباب عدة لكن انا بقولك ان انا يوم بعد يوم بتزيد قناعتي انه فعلا هذا التنظيم كان لازم يتحرق عن بكرة ابيه ده بجد والله العظيم بيكرهوا البلد دي قراعية 862 مليون جنيه قروض راحت او تم تقدمها لحد فبراير عشرين تلاتة وعشرين من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية 5744 مشروع تم تمويلهم ووفروا 44700 فرصة عمل تعالوا على المجمع الصناعي فيه قواعد صناعية داخل سينة ومدن القناة فيه مجمع الصناعات ده كانت تكلفته حوالي 403 مليون جنيه طب المجمع ده فيه كم وحدة فيه 118 وحدة ده معناها انه تكلفة الوحدة تقريبا 3 مليون وربعمية فيه ناس بتروح تشتري عربية بالسعر ده انا راضي زمتك تستهلك وتحط الفلوس دي في عربية ولا تعمل وحدة صناعية انت يا رجل هنقول مقدر وميصور الحال وربنا يزيدك تروح تدفع 3400 فعربية وما تروحش علشان تعمل مجمع صناعي يجبلك فلوس بلاش تعال نروح على صفحة اربعة في صفحة اربعة تعال نشوف قناة السويس الجديدة قناة السويس سنة 2015 مولانا كان العائد بتاعها او ايرادها 5.2 من 10 مليار دولار 22 قفلت 8 مليار دولار النسبة بتاعت الزيادة قد ايه 53.8 من 10 في المية وانا بقولك بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا كبير بس كمان ربنا قال اشتغلوا وبذلوا جهد اخر 23 لو ما جابتش التسعة مليار هتزيد عن التسعة قول ان شاء الله طيب في اغسطس 2015 تم افتتاح القناة الجديدة اللي الاخوان الترياؤوا عليها سبحان الله القناة اللي الاخوان الترياؤوا عليها رفعت العائد بهذا المعدل انت شايف من 5 و 2 من 10 مليار ل 8 مليار يجي يقولك ايه اصلا ممكن تكون اسعاركو زادت ولو انا اصلا بزود الاسعار فانا ناجح ما يعني هو هيجيني وانا بزود الاسعار لي غير لو انا ناجح ومحتاج لي اتنين لا ده هو عدد السفن زاد تلاتة ده عدد الحمولات زاد اربعة ده عدد الشركات اللي بتتعامل معايا اللي هي شركات بتاعة الشحن والنقل اه زاد طيب تعال امس كده من 3 ال 4 ساعات زمن انتظار السفن بدل من 6 ال 8 ساعات يعني مدة الانتظار قلت النص ده بيشجع الناس انها تجي لي عندي اقبال اكتر ان الناس تجي لي طيب 11 ساعة زمن العبور المباشر للسفن دون توقف بدل 22 ساعة في السابق 97 سفينة تاتشون 97 سفينة يومي كان القدرة الاستعابية لقناة السويس طيب كان زمن 77 بس 18 مليار دولار اجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية في منطقة القناة 100 ألف فرصة عمل مباشرة وفرتها هذه المشروعات المنفذة بالمنطقة عشلبي يتكلم عن المشروعات القومية مغمي عنين ويقول لك يا جماعة احنا نوقف بقى وقف وقف ايه يا مهر بيض اربع مناطق صناعية وست مواني بحرية بتشملها هذه المنطقة حتى تتحول هذه المنطقة الى المركز الرئيسي لافريقيا والشرق الاوسط ده اللي بيحصل من 2014 يا مولانا طيب 14 مطور صناعي تم اقامة شركات او شراكات معاهم داخل المنطقة 305 منشأة صناعية وخدمية عاملة بالمنطقة اين الصناعة لماذا لا تشجعون الصناعة امال اللي قدام سيادتك ده ايه بنشجع ايه تعالى ناخد صفحة 5 طفرة غير مسبوقة في دعم اهالينا المصريين في السيناء ومدن القناة بخطوط الغاز ما انا لازم اقدم له خدمات مصري زي زيه وعانى ولاقة ووقف وجابه يا خبر بص كده انت عارف انه في 2014 كان اخرنا هم 1015 كيلو متر بقينا 3128 تقريبا 3129 كيلو متر اطول خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة اللي تم تنفذها طيب عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي زادت من 24 محطة بقوا 77 طيب المنشآت اللي تم توصيل الغاز الطبيعي لها كانوا 1056 منشأة بقوا 4423 منشأة زيادة 318 في المية محطات الغاز الزيادة بتاعتها 2221 في المية تقريبا اطول غاز او خطوط الغاز الطبيعي اللي تم تنفذها زيادة بنسبة 208 في المية يعني طيب عدد الوحدات السكنية اللي تم توصيل الغاز لها كانوا 383 ألف وحدة و7 من 10 بقوا كان 625 ألف وحدة الزيادة قد ايه؟ 63 في المية مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي زادت الدقيق 70 في المية من 10 مراكز ل 17 مركز تعالي نشوف الغاز الطبيعي وابرز مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي 15.6 من 10 مليار تكلفة المشروع ده اللي هو حقل ظهر الشهير متوسط إنتاج المشروع 2.5 مليار قدم مكعب غاز يومي طيب تعالي نشوف مشروع كده بقالهمك أنا ظهر بس طيب تعالي نشوف تنمية غاز أتول 855 مليار مليون دولار تكلفة المشروع طيب بيديني 350 مليون قدم مكعب غاز يومي و10.000 برميل متكثفات يومي إنتاج أو إنتاج مستهدف إضافته بإذن الله سبحانه وتعالى طيب تعالي نشوف استكمال لتنمية حقول شمال سينة في مرحلتها التالتة التكلفة 87 مليون دولار طيب باخد 45 مليون قدم مكعب غاز يومي طاقة إنتاجية مستهدفة من هذا المكان العظيم تعالي نشوف صفحة ستة بتقول إيه بقى توفير الطاقة لأهلينا في سينة ومدن القناة من السويس للإسماعيلية لبورسعين 108.7% نسبة زيادة أعداد المشتركين في الغاز الطبيعي من 14 لحد 23 وصلنا لـ 2.4 مليون طيب تعالي نشوف كده استثمارات وتكلفة مشروعات توزيع الكهرباء حتى الآن 7.3 مليار جنيه استثمارات وتكلفة مشروعات توزيع الكهرباء لحد دلوقتي طيب مشروعات الطاقة المتجددة اللي في سينة ومدن القناة 5 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية أبو غرائد وبرديس 12 مليار لتكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 508 ميجا وات 4.3 مليار قيمة عقد تنفيذ محطة الطاقة بتاعت الرياح بقدرة 250 ميجا وات بتسأل بتقول يا جماعة فلوس بتاعتنا بيحصل فيها إيه قدام حضرتك بيتعمل بيها إيه ما بنجيبش بيها بوم بالعيد بتعمل بيها حاجات لحضرتك ده منتهى البساطة يعني طب محطة كهربت الشباب هتلاقيها 1500 ميجا وات محطة كهربت العين السخنة 1300 ميجا وات توسعة محطة شرم الشيخ 288 ميجا وات بالأخضر الأرقام 122 مليون دولار 31 مليون دولار 213 مليون دولار طبعا حط الكسور دي 6 من 10 و 3 و 4 عد انت الله سبعة أيوة أيوة مشروعات الطرق والأنفاء والكباري العائمة اللي بتربط جزء من أغلى أجزاء جمهورية مصر العربية سيناء 5000 كيلو متر طرق وأنفاء تم تنفذها ورفع كفائتها حتى نهاية 2022 طريق نفاء طابة طول الـ 2131 كيلو محور 30 يونيو 210 كيلو سبع كباري عائمة تم إنشاءها على القناة بتكلفة تقريبا مليار جنيه طيب خمس أنفاء تم إنشاءها أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه 2014 كانوا نفق واحد 2023 ستة أنفاء صباح الفل يا جماعة والله العظيم بجد صباح الفل ده صباح الفل دي مش تريقة ده بجد مشروعات المواني البحرية والجفة 8 مواني بحرية تم وجاري تطويرها زي مينة نوابة التكلفة 475 مليون جنيه مينة شرق برسعيد 10 مليار جنيه مصري مينة السخنة 45 مليار جنيه مصري 3 مواني برية تم إنشاءها وتطويرها طابة البري رفح البري العوجة البري 200 مليون جنيه مصري مشروع الخط الأول للقطر الكهرباء العين السخنة العالمين مرصى مطروح 675 كيلو متر 21 محطة خط السكة الحديد الفردان وبير العبد والعريش ورفح 226 كيلو متر وجاري تنفيذ المرحلة الأولى منه من الفردان لحد بير العبد دي لوحدها حوالي 100 كيلو ووصلت شرق التفريعة 24 كيلو هي مصر مراحتش اشترت حلويات ولا خدت فلوس ولا جابت فلوس ولا أنتجت ولا صرفت الفلوس على إن احنا يا الله بيدي نجيب شوية شاي وسكر وسكت الناس وفرحهم بأي كلام ده كان زمان قديم أيام اليغمة صفحة أيوة تمانية صح تنمية عمرانية متكاملة الأهالي نفسينا ومدن القناة ست مدن جديدة تم وجاري إنشاءها وتطورها تعالى نشوف أبرزها إيه الإسماعيلية الجديدة 208 ألف فدان سلام مصر في شرق برسعيد 22 ألف فدان بير العبد الجديدة 27 ألف فدان مدن ده على سبيل المثال احنا عندنا ستة ذكرنا لك ثلاثة الإسكان الاجتماعي فين أهالينا على قد الحال آه 131.6 من 10 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم تنفذهم بالفعل بتكلفة 23 مليار جنيه 54 ألف وحدة وخمسمية تم تنفذهم لتطوير العشوائيات علشان سينة ومدن القناة تبقى خالية من العشوائيات غير الآمنة طب ومية الشرب يا يوسف دي حاجة مهمة جدا أقول لك والله تعالى كده نشوف 45 مشروع مشروع لأمياه الشرب تم تنفذهم بطاقة 478 ألف متر مكعب يومي يومي طيب زيادة نسبة التغطية في شبكات الصرف الصحي لو قلتلك الرقم بتاع زمان في 2014 هتعيط والله بس ما يعرفش قيمة داغر أهلين المصريين في سينة التغطية كانت 17 و 13 أحلى 30 سنة 30 سنة استقرار 30 سنة عز 30 سنة كنا نرفلوا في الحرير وأهلين في سينة تغطية الصرف الصحي عندهم كانت 17% سلملي على 30 سنة بس بقى 77% ده الوقت التغطية أقاو وإيه وحرب مستمرة ضروس حرب لو حد في العالم كانت كانت لأخضر وليابس منه الأمريكان ما عارفوش يعملوا حاجة في أفغانستان قالك سلامه عليكم باي باي ماليش فيه أنا كاتت إنت لأ وقفت أنا بضرب لك بس مثل كده بنسبة مئوية من 17% و 13% لل 77% و 1% وفي حرب والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عداها طيب 79 مشروع صرف صحيح اتعاملوا عشان أهلين هناك محطات تحلية مية البحر كان عندنا خمستاشر محطة بقوا خمسة واربعين محطة تعالي اللي بعده صفحة 9 سلم أحد بقول كلمة 30 سنة دي بيتحرق دمي بشكل والله بتكلم بجد لأنه أنا بحس إن إحنا وإحنا مكناش عايشين مع بعض وإلى إيه وإلى بنتحك على بعض وإلى إيه ماشي 103 ألف فدان في 2014 أنا هنا بتكلمك على التنمية الزراعية بقوا 285 ألف فدان في 2022 نسبة الزيادة قد إيه يا مؤمن مية ستة وسبعين وسبعة من عشرة في المية وكنت بتحارب أما في أوقات الاستقرار ما عملناش كده ليه تعالي نشوف 263 ألف فدان من الأراضي الجديدة تم الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الرأي الحديث في شمال سينة والإسماعيلية والسويس 148 كيلو متر تم تأهلها وتبطنها من الترع في محافظتي الإسماعيلية وبورسعين عارفين لو أنا شفت على تيك توك حد تاني هيقول لي أصلا مصر ما بتعملش حاجة غير الطرق والكباري هخش جوة تيك توك هتدي له بنية فوشه أو الله بجد أخنفه عرف لو أقدر كل ده وما بنعملش غير طرق والكباري وتاني هقول لي وهم مهمين بس كل ده البنية الأساسية استكمال البنية الأساسية بالكامل لما أخن مياه الريء بترعة الشيخ جابر لاستصلاح 90 ألف فدان في منطقة ربعة وبير العب والمخطط لها منذ تسعينيات القرن الماضي وقت الاستقرار العظيم والرخاء اللي مفيش منه ها ومال وعلى نعمل تخطيط نحط الورق كده في الدرج وكل سنة وتطيبين مهم نقول للناس بس أحنا خططنا يعني لازم يبقى فيه حتة مزيكة وراكي ولك تتتتارارا طيب تعالى بقى إيه مشروع تنمية سينة اللي بتصل مساحته الإجمالية لوحد واحد من عشرة مليون فدان منها 285 ألف فدان اتزرعت 18 تجمع زراعي تم إنشاؤهم بإجمالي 2122 مستفيد أكتر من 8000 حوض اتعملوا للإستزراع السمكي من ضمن مشروعات هيئة قناة السويس 8 قرى للصيادين أيوه صح 8 قرى للصيادين جاري العمل عليها وعلى إنشاؤها بتكلفة 3.5 مليار جنيه 120 مليون جنيه تكلفة تنمية بحيرة البردويل بالمناسبة لموسم اتفتح كل سنواته طيبين خلي أهلينا يشتغلوا ويفرحوا خلي أهلينا ياكلوا لقمة عيش خلي أهلينا ينبسطوا خلي أهلينا ياكلوا لقمة عيشهم بعرق جبنهم بجد يعني ايه في سعر بحيرة البردويل دي احنا أهملناها زمان لي واللي غيرها من البحيرات المصرية اللي ما تلمستش من تقريبا من إنتم يجي من 1910 أنا بكلمك بجد يعني دور ورايا تقريبا من 1910 ما تلمستش البحيرات المصرية متسبة كده 72 مليون جنيه تكلفة تطوير مين الصيد البحر أنا أقول لكم إيه ولا إيه طب صفحة عشرة حاضر زملائي بيقول يلا بصورة حاضر حققكم معاكم 100% طيب الحماية الاجتماعية ودعم السلعة التنموية التموينية لأهلينا في سينة ومدن القناة كانوا 101 ألف مستفيد بقوا 121 ونص ألف مستفيد تقريبا حوالي 20 ألف مستفيد زيادة قد إيه النسبة؟ تقريبا 20% نسبة زيادة التكلفة لبرامج الدعم النقدي اللي هو الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة كانت صفر تقريبا يعني عشان يعني الحق هي صفر فاصل 24 مليار بقينا 2 مليار يعني الزيادة المقوية قد إيه 733 و 138 في المية دي الفروق ما بين دولة بجد ما بين حاكم وطني بجد ما بين حاكم لامس فعلا المشاكل اللي بيعانيها شعبه ويحاول توقمش بيحاول هو بيشتغل بكل ما أوتي من قوة على تزليل كل هذه العقبات على إزالة كل هذه المشكلات يا جماعة 733 في المية لأنه ما كانش في حاجة بتتعمل طيب تعالي نشوف نسبة زيادة عدد المستحقين في المعاشيات على السبيل المثال زيادة بنسبة 27 و 18 في المية في 31 ألف بطاقة خدمات متكاملة بغير بقى المكاتب بقى 21 مكتب دعم السلع التموينية 2 واحد من 10 مليون مواطن يحصل على هذا الدعم من البطاقات التموينية عندنا المستفدين من بطاقات الخبز 2 ونص مليون مواطن من أهلينا في سينة مركز التموين الرقمي 26 مركز صفحة 11 يلا بينا منظومة صحية متكاملة الأهلينا في سينة مدن القناة وظن دي لوحدها بقى إيه نحنا تكلمنا عنها كتير أوي يعني وأحب أتكلم عنها تاني بص يا سيدي مجمع السويس الطبي أضخم مجمع في شمال سينة 50 مستشفى و 154 مركز وحدة صحية تم إنشاءهم بالفعل طيب 750 ألف مواطن يعني يقول 756 ألف مواطن تقريباً تم إجراء الكشف عليهم من خلال القوافل الطبية إطلاق المنظومة في بورسعيد طبعاً منظومة التأمين الصحي الشامل وكان أول حاجة عملناها بورسعيد وده كان البروتو تايب بتاعنا أو النموذج الأولي بتاعنا اللي سرنا بعد كده على نهجه 24 مليار و 22 مليون تكلفة طبيق المنظومة في الأربع محافظات الله شوف بقى بورسعيد الإسماعيلية جنوب سينة السويس 2.4 مليون مواطن سجل في المنظومة 80% من المستهدف تسجيلهم 35 مستشفى و 141 مركز وحدة صحية بتشملها المنظومة في الأربع محافظات 2 مليون مواطن تم فحصهم يا سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف على فيروس سي والأمراض غير السارية منذ إطلاقها حتى مارس 23 في الأربع محافظات علاج على نفقة الدولة علشان المشككين يعني 11 ضعف زيادة في حجم العلاج من 23 ألف مواطن ل 275 ألف مواطن ربنا يا رب يتم شفاء ومعافظات الجميع تعال نشوف السيدات في سينة حوالي 663 ألف سيدة تم فحصهم ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية وده منذ إطلاقها حتى مارس 23 162 ألف مواطن تقريبا تم فحصهم ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكولوي 49 ألف و 3 من 10 ألف عملية 49 ألف عملية و 3 مية تم إجراءهم ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار والتدخلات الحارجة منذ إطلاقها حتى مارس 2023 صفحة 12 المنظومة التعليمية الجديدة والمتكملة لأهلي نفسينا ومدن القناة نسبة عدد المدارس اللي زادت من 2013-14 وحتى 22-23 20% زيادة في عدد المدارس كانوا 2530 مدرسة بقوا 3041 مدرسة طب وأعداد الفصول زادت ولا ما زادتش؟ أيها فاند زادت تقريبا أربع تلاف فصل طيب تعالى كده نشوف أعداد المقيدين في المدارس كانوا 669 ألف بقوا 934 ألف عندي سبع مدارس يابانية تم إنشاءها لأول مرة في سيناء ومدن القناة أربع مدارس تكنولوجية تطبيقية تم إنشاءها هناك 138 مدرسة ثانوية تم تمديد كابلات الفايبر أوبتيكس أو الكابلات الضوئية بتاعتها لهذه المدارس 138 مدرسة ثانوية 115 ألف وسبعمائة جهاز تابلت تم توزيعهم على أهلين في سيناء ومدن القناة أربع جامعات أهلية تم إنشاءها وبدء الدراسة بيها لأول مرة في سيناء ومدن القناة 570 مليون جنيه تكلفة هذه الجامعات التكنولوجية في مدينة السلام تحديدا في شرق فرصعيد جامعة تكنولوجية بس بـ 570 مليون عدد الكليات في الجامعات الحكومية بردو زاد عشان ما حتى تقول لك إيه ده فيه اهتمام بالجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية لأ تعالى بص كده على عدد الكليات في الجامعات الحكومية كانت 27 كلية بقوا 59 كلية عندما نتحدث على لماذا لا تستثمر الدولة في التعليم؟ أهو لماذا لا تستثمر الدولة في الصحة؟ أهو لماذا لا تستثمر الدولة في الصناعة؟ أهو ده منتهى البساطة بقولك إيه؟ فاصل تكون فكرت في الكلمتين ونرجع نكمل الكلام اشتركوا في القناة